انا عايز اختم الحقيقة الحلقة دي بخبر عاجل هو مش عاجل هو بقاله كم ساعة بس الخبر ده موجه لطال عمره ولا انا الحقيقة بقاله كتير قوي ما اتكلمتش عنه ولا جبت سيرته لكن عزيزي يا المستشار تركي قال شيخ ان كنت تسمعني فهذا الخبر موجه اليك عزيزي المستشار تركي قال شيخ ان كنت تسمعني فبسرعة اتحرك لان ممثل حزب المصريين الاحرار في الحوار الوطني محمد خليل بدرة اقترح بيع عدد من الاصول التي تمتلكها الدولة مثل نادي الاهلي ونادي الزمالك وعدد من البنوك لتسديد ديوم مصر عزيزي تركي قال شيخ ان كنت تحب فخمة الرئيس المشير القائد الركن عبدالفتاح السيسي ارجوك بسرعة روح اشتري الاهلي والزمالك لانه في الحوار الوطني بيناقشوا بيع الاهلي والزمالك عشان يسدده ديوم مصر سيادة المستشار طال عمره طال عمره لو سمحت اتحرك بسرعة انت كنت عايز قبل كده تبقى رئيس شرفي في الاهلي ورئيس شرفي في الزمالك وساعات روليكس ومش عارف ايه والخطيب ومرتضى جات لك على طبق من ذهب اعتبر الاهلي والزمالك اتحاد جدة والهلال وروح بقى كده بسندوق الاستثمار يدخل دخلة حلوة منها تسدده ديوم مصر والسيسي بطل يبيع البني ادمين برا ويصفروا من برا ومنها كمان تستثمروا واجيبوننا لعيبة بقى محمد صلاح بدل ما يروح التحجد ده هتقول اهلي عشان نبسط كده يختم حياته في النادي الاهلي وجمهور الاهلي هينبسط ويدعي لك والله يا سيادة المستشار ارجوك يا سيادة المستشار اتحرك دي فرصة تاريخية لن يعني تتكرر مرة اخرى ان كنت تسمعني انا عارف انك عامل لي بلوك على تويتر لكن اعتقد ان فاعل الخير كتير يعني وهيبعتولك الفيديو ده وهيوصلولك الخبر الاهلي والزمالك معروضين للبيع يا سيادة المستشار او فيه مقترح ان هم يتباعوا في الحوار الوطني عشان يسددوا ديوم مصر استيسيا يشكرك وكل الناس هتشكرك بس جمهور الاهلي انت عارف هيقولك ايه اصباح على خير موسيقى